اكد سعادة سيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام على الدعم والمساندة الذي تلقاه الصحافة والاعلام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله انطلاقا من الاهتمام بترسيخ حرية الصحافة والاعلام نعم جاء ذلك خلال كلمة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف اليوم بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ورفع سعادته أسماءات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة أن يدعو الله بمناسبة الاحتفاء بيوم الصحافة البحرينية على ما يلي جلالته حفظه الله ورعاه من دعم بترسيخ حرية الصحافة والاعلام انطلاقا من الاهتمام الملكي السامي بحق حرية التعبير المكفولة دستوريا كما توجه بالشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي هيئت كافة السبل أمام المؤسسات الصحفية والاعلامية لممارسة دورها الوطني بكل حرية وعلى ما يلي سموه من اهتمام في تأكيد دور الصحافة والاعلام كرافد مهم لتعزيز مكتسبات المسيرة التنموية والديمقراطية في مملكة البحرين وأضاف أنه لمن دواعي السعادة أن يأتي يوم الصحافة البحرينية هذا العام في ظل ما نشهده ولله الحمد من تعافٍ لتداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 على مختلف الأصعدة بفضل الإدارة الحكيمة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ونستذكر هنا الدور الوطني المخلص لمؤسساتنا الصحفية والاعلامية وأدائهم المشرف ضمن الصفوف الأولى خلال تلك الظروف الاستثنائية التي مرت بها مملكة البحرين والعالم أجمع وبهذه المناسبة أعرب سعادته عن عميق الاعتزاز بتاريخ العمل الصحفي وريادته في مملكة البحرين وتوارث تجاربه ونهجه في الالتزام بأمانة وشرف الكلمة الصادقة كأداة للبناء ومواصلة السير قدما برسالة عصرية سامية تدعم جهود البحرين في مجالات التنمية المختلفة والدفاع عن منجزات الوطن ومكتسبات شعبه الكريم وتطويع كافة تطورات الثورة الرقمية وما نتج عنها من منصات لمواصلة أداء رسالتها النبيلة القائمة على أسس ثابتة من الدقة والاحترافية والموضوعية والضمير الواعي المسؤول واختتم رمح كلماته بالتوجه بكل التقدير والامتنان بخالص التهاني والتبركات إلى الصحفيين والإعلاميين وجميع الكوادر العاملة في هذا المجال بجميع المؤسسات الصحفية والإعلامية في المملكة على دورهم في تعزيز مسيرة العمل الصحفي والإعلامي وما يبدلونه من جهد وطني مخلصة